لكن هل الإعلام الآخر يا فارس عنده الموضوعية اللي يعترف فيها بتفوق كل من هم خارج مصر مهتمين بكرة القدم يشهدوا إن النادي الأهل الأول في أفريقيا؟ هل هم عندهم الموضوعية دي؟ لا يوسيقى ما عندهمش الموضوعية وعلى فكرة كمان إحنا عندنا الموضوعية قبل أي حد في نجدة نفسنا إحنا كنا بنتكلم قلنا آه إحنا يا جماعة فيه فرق ما بين إن أنت تقف عند حقوقك وما تسيبهاش وتقف عند لو لقطة زي اللي اتعرضت بتاعة الكرة اللي كان فيها شبهة مخالفة لا مش شبهة آه وتيجي تعرضها وتتكلم فيها ده ده تمام ولكن في نفس الوقت بنقف عندما يخصنا وبنقول إنه عندنا سلبيات محتاجين نعالجها ما بنقفش بس عند حتة فكرة المخالفة وده نوع من نقض الزيت أما على الجانب الآخر أنا بشوف دايما فكرة الانفصال عن الواقع يعني أنا شفت البوست مبارح كتبه شيكابالا عن صورة هو بتكلم فيها بالاحتفال بالفوز بالسوبر السابع لنادي الزمالك وبيكتب سبعة واحد يعني سبعة بطولات للزمالك مقابل واحد آآ للأهل وبيضحك والله أنا بحب آآ نوع المصارحة ده على فكرة أنا ما عنديش مشكلة هو هنا شيكابالا بيقول فاكت يعني حقيقة آآ إن عدد البطولات سبعة مقابل واحد ولكن الفكر إيه نحيان بعض يا عسامة بيشوف كابتن سيد عبدالحفيز فبيتأثر به فبيحاول يقلده بس مشكلة في منطق التقليد يعني كابتن سيد عبدالحفيز كان بيتكلم بول إحنا لعبنا سبعة بطولات آآ آآ كسبنا ستة وخسرنا واحد فستة واحد هنا حقيقة وفي السياقها كراجل مدير كرة النادي الآلي ما بيقولش حاجة آآ فيها انفصال عن الواقع الأهلاوي ولكن انت لما تيجي تقول سبعة واحد وانت مش لعب كرة يد طب بما انك انت راجل بتقيم بالأرقام كده وفي علم الأرقام انت تعرف أرقامك في كرة القدم ولا انت مش متابع يعني يا شيكابالا انت بما انك انت شايف سبعة واحد طب انت تعرف ان النادي الآلي عنده 42 دوري وانت عندك 13 دوري تعرف ان النادي الآلي عنده 37 كاس مصر وانت عندك 29 النادي الآلي عنده 11 سوبر محلي وانت عندك 4 النادي الالي عنده عشر بطولات دوري ابطال افريقيا وانت عندك خمسة عندنا اربعة ابطال كؤوس وانت عندك بطولة واحدة حتى السوبر الافريقي سبعة لاربعة ومشاركات كاس العالم الانديا من السبعة واحد بقى سبعة صفر فاعتقد يعني انت حاول تخليك في مجالك ولا هو انت شايف المقارنة ما بين الالي والزمالك على مستقل بطولات في كرة القدم مفيش منها فايدة لان النادي الالي معد بكتير جدا فاروحت اللعبة تانية لو انت رحت اللعبة تانية فانا بشوف ان شيء صعب جدا ان لعب كرة قدم ما يقدرش يتباهى ببطولاته في كرة القدم فيحتاج يتباهى ببطولات فريق اخر في لعبة اخرى لان ده شيء صعب جدا حاول الشكبالة تقرأ ارقام نادي الزمالك مقنب نادي الالي في اللعبة اللي انت بتلعب فيها عشان لما تتكلم في نفس المنطق ده ويرد عليك جمهور النادي الاهلي بنفس المنطق بتاعك ما يبقاش الموقف سيء جدا لك